تتواصل أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 رئيس دولة وحكومة للمرة الأولى حضوريا بعد انتهي أزمة فيروس كورونا للمزيد ينضم إلينا من محيط مقار الأمنة العامة للأمم المتحدة من نيويورك مرسل التلفزيون المصري إلى هناك صفي الدين دياب صفي الجديد لديك بشأن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهم الموضوعات المدرجة على الأجندة في هذه الدورة بالطبع اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تجري هنا داخل المقر الدائم للأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والتي تقعها هناك الكثير من النقاشات أهم الموضوعات التي تناولها قادة العالم في اليوم الأول من المناقشات تركز على ثلاث قضايا رئيسية القضية الأولى هي قضية المناخ القضية الثانية أثار القروب القضية الثالثة وهي أزمة الغزاء والتحول التعليمي إلى الرغم يمكن هذه أبرز المناقشات التي طرحت اليوم داخل قاعة الجمعية العامة بمشاركة ما يزيد عن مائة وسبعين وزيرا للخارجية وعدد كبير من رؤساء الدول والمنوط ورؤساء المتحدة المشاركين هنا في الجمعية العامة لو تناولنا الكلمات بالتحليل سنلاحظ أن أبرز الكلمات التي ألقيت اليوم هي كلمة الرئيس الفرنسي ماكرون والذي أشار فيها إلى قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ في مصر في نوفمبر المقبل وطالب فيها المجتمع الدولي بعدم المساواة بين الدول النامية والتي تعتبر ضحية للعمليات التغير المناخي وطالب الدول الصناعية والدول الكبرى وخاصة من الصين بضرورة دعم الدول النامية كما تتجه بلاده إلى عملية دعم هذه الدول من خلال مشاركات يمكن هذه كانت أبرز الأطرحات التي طرحها الرئيس الفرنسي ماكرون وقال أن بلاده ستقوم بعمل مشاركات كبيرة جدا من أجل التنمية والتنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي مع عدد من الدول خاصة الدول الإفريقية بالطبع يمكن معظم الدول هنا ركزت على نقطة هامة وهي عملية الاتفاق الإطاري للمناخ كانت هناك أيضا كلمة لأنتوني جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة أهم ما جاء في هذه الكلمة خاصة أن العالم متخوف من أزمة غزاء ونقص للغزاء وأزمة معيشية الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيرش ركز في كلمته على مسألتين أساسيتين المسألة الأولى هي عملية أصار الحروب المدمرة كما هو يجري الآن على الساحة الدولية وعملية التحول الرقمي وعملية أيضا مواجهة أصار هذه القروب والتغير المناخي وخاصة ما سينتب عنه من أزمة الغزاء العالمي الأمين العام بالطبع طالب التول بمزيد من العمل والسعي لإنتاج مزيد من الأسمدة لمواجهة عملية النقص في التنمية الزراعية في الكثير من البلدان حيث لوحز فيه تقارير الأمم المتحدة أن العديد من المزارعين في مختلف بلدان العالم يخلصون المساحات الزراعية بسبب عدم توفر الأسمدة وهو الأمر الذي ينزر بأزمة كبيرة جدا في الغزاء في العام المقبل كما تنزر عملية أصار هذه القروب أيضا كما قال الأمين العام بأزمة شتاء قارس القروضة نعم عموما ما زالت النقاشات ستستمر في الأيام القادمة من نيورك مراسل التلفزيون المصري صفي الدين دياب كنت معنا على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر